تعال نشوف بصة كريم دي لقطة الهدف بعد البنتريشن وإيه لما عدى وإزاي تخلق طول الوقت تعالي معلول بالأوفرلاب مع طاهر محمد طاهر زاي تخلق طول الوقت مواقف واحد على واحد لطاهر اللي قدى مبارجة جداً النهاردة ويعدي طاهر التأخيرة بتاعة محمد شريف محمد شريف لما أمركز بيبقى أحسن كتير من الحالة اللي كان عليها الفترة اللي فاتت خد الخطوتين اللي وراء بعد ما دخل ودي دايماً كنا بنتكلم هنا كريم على الكاتباك وعلى طريق الكولر اللي بيحفظها لكل المهاجمين في التمرين المكررة المكررة دخل خد الخطوتين ورح راجع لورا ورح تتكمل تخش على الفريم اللي بعده ستلام ممتاز باليمين تصوبة بالشمال ممتازة الانهاء ممتاز دايماً كنا بننتقد محمد شريف يا كريم بنتكلم المردود اللي بنشوفه بنطلع نتكلم عليه الرجل النهاردة لعب جات لكورة تعامل معه بشكل ممتاز بشكل الطبيعي بتاع مهاجم النادي الآلي الطبيعي بتاع محمد شريف لما بيكون في حالته وسجل بالطريقة دي كمل فريم اللي بعده الحالة والتصويب بشكل ممتاز طبعاً انه الكاتباك واتعملت وانه ما فيش ضغط عليه خلى الصورة الأسهل وأجمل طيب روح للحالة اللي بعدها على طول تكرار نفس اللعبة ونفس الهاجم كمل 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 بصها كريم نفس موقف الواحد على واحد اللي بيتخلق لعالم علول عشان يعمله مع طاهرة اللي كان مركز عليه كله النهاردة اتعمل التاني القطع بتاعة محمد شريف والقطع بتاعة التونحة التانية لكن في الكرة دي محمد شريف كمل هاتفريم اللي بعده هاتفريم اللي بعده كمان الكرة دي دخل تدخل المدافع في آخر لحظة بكيتشفها دقة كبيرة من طهر محمد طهر نفس كرة الجل بالملي نفس الكرة طهر لشريف شريف قطع القريبة وتوقع على البعيدة الحالة اللي بعدها نفس القص بتخلق موقف واحد على واحد كمل كمل هاتفريم اللي بعده تخلق موقف واحد على واحد هنا طهر ما لقاش حد قطع لجوه الثمانتاشر فقرر ان هو يدخل ويكسر لجوه ويشتغل التركيز كله النهاردة كان عجبها الشمال ازاي تخلق موقف فردية الواحد على واحد ازاي تشغل الناحية اللي فيها طهر محمد طهر طهر كان بقاله فترة في الناحية اليمين فبقاله ما لعب مطشين في الناحية الشمال كان بقاله فترة بعيدة عن حساسية اللي لها بناحية الشمال وان هو ما بيلعب بناحية الشمال هو لعيب ايمن فلازم يشتغل انسايد اكتر ما كان بيشتغل على اللاين ناحية اليمين فرجع تاني رجعت له الزاكرة تانية قدم مباراة كبيرة جدا وخلينا اقول لك وهي لايت على طهر محمد طهر يا كريم طهر محمد طهر الاهلي محتاجه جدا 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 في مباراة سانداونز لأسباب تكتيكية مهمة جدا الاهلي لازم هيقفل جيمه اشتغل على الكاونترز عايز لعيبة الاجناحة يكونوا بيدافعوا بشكل جيد عشان يقفلوا المساحات ويعملوا اوفلاينينج بشكل جيد فطهر محمد طهر طبعا واحد من اهم لعيبة الاهلي محتاجهم في مباراة سانداونز المباراة المحددة اللي تكلمنا عليها في بداية التصفيات يا كريم دي التصفيب بتاعت طهر محمد طهر هاتلي الحالة اللي بعدها طيب لا ارجع اوه ماشي كمل هنا ده الجول التالت يا كريم الحالة بتاعت القندوسي القندوسي وهنتكلم على القندوسي وحمدي وهم ليه النهاردة هم السلاح وهم الاتنين اللي لعيبة اللي نموذج مركز تمانية عنده مارس الكولر هنا بص القندوسي فين مكمل لحد فين وهجيب لك كرة الجول بتاعت القندوسي مكمل لحد فين وهجيب لك كرة حمدي فتح اللي حطها في العرض حمدي واقف فين لعيبة مركز تمانية بيعملوا البنتريشن لعيبة جناح واقف على اول منطقة الجزاء من اليمين لعبي الجناح التاني وقف على اول منطقة الجزاء من ناحة الشمال لاتنين مركز ثمانية بيخشوا يبقى رأس حربة تاني ورأس حربة تالت مع الفرود اللي موجود سواء محمد شريف او شادي ده اللي بيعمله وكان شغال عليه مرسل كل الفترة اللي فاتت فلا أضلته في القندوسي وحمدي فاتح حمدي كان بيعملها الواحد ولما شفناه في ماتش الزمالك وفي اكتر مباراة لكن ترجع المعدلات البدنية والاجهاد اللي كان موجود الفترة اللي فاتت اضطرت انك ترجع حمدي المناطق وعشان ديانج متأثر جدا بحالة الاجهاد اللي عليه فاطررت ترجع حمدي ورأة بيعملش الأدوار اللي هو مية النهاردة شفناه تاني المباراة تسمح المنافس يسمح الزيادة بتاعة قندوسي من ناحية الشمال والجابة اللي كانت معمولها لحية الشمال هنا نفس قصة الجابة اللي كانت معمولها لحية الشمال طوير فتح من ناحية الشمال تماما علي معلول داخل الانسايد داخل معاه القندوسي داخل معاه مكمل معاه الكرة هاتي الفريم اللي بعده لان كل اللعيبة راحت على كل قلت الخبرة طبعا كل اللعيبة راحت تعنيها مع علي معلول لان علي بالمناسبة كان من هنا ممكن يسجل علي كان ممكن يحطها وهو عنده قرار بالتسجيل لكن علي خد القرار الناس كله عمش في سنية حطت الكرة بالعرض هاتي الفريم اللي بعده لرقفة خليل اللي تعامل معاه بشكل جيد وخلني اقولك انه رقفة خليل من اللعيبة وحنا اقول لك كلام ده هنا يا كريم انه رقفة خليل من اللعيبة اللي الراجل بيفضلها جدا وشايف من اللعيبة القليلة في العناصر صغيرة السن اللي هتاخد فرصة مع النادي الاهلي وقلت لك يمكن مشكلة رقفة انه المكان ده زحم لما كان حسين بيلعب وتو بيلعب وطاهر بيلعب ولسه كريستو ولسه كريستو فوجود رقفة وجود رقفة في المكان ده نظرا لقناعة الراجل بي وحالة الاصابات اللي موجودة في النادي الاهلي فخلت الراجل يبقى موجود وهو مقتنع بيه اكتر شوفوها مسجل مسجل من اليمين يا كريم مش بالشمال هو مقتنع بيه في الشمال انت قلت لي في حالة كبير الحمد فتحي اه هاتلي بقى حالة كمل هاتلي بقى الجول بتاع الخندوسي وبعدين حالة حمد فتح على طول قريق المكانين الراجل طالب بص يا كريم هنا انت لما تيجي تبص بص الكروس هيتعامل من عالم علول بص خندوسي قطع فين قطع فرود قطع في مكان الفرود على العرضة القريبة ده الدور والتكلفات اللي الراجل طالبها من لعبة مركز تمانية اللي اتنين لعبة تمانيات يا كريم علشان اللي تكسافها لجمية في المباريات السابقة تحديدا في بارات الهلال السوداني ومبارات الداخلية الاتنين لعبة تمانيات سواء حمدي او خندوسي واحد من ناحية اليمين يبقوا عندي كسافة وجمية بتلاتة على الاقل في الجزء الهمامي من غير ما يزيد هاني ومعلوم من غير ما يزيد الزاهرين فكمل هاتلي الفريم اللي بعده دي الكرة الراجل دخل قطع على القريبة خد الكرة وهارجع واقول لك هتشوف بقى هتعرف مين لعبة القطع ولا ده كريم حمدي فتح ده حمدي فتح لاتنين لعبة مركز تمانية هم اللي قطعين اتنين فرودة جوة طمانتاش اللي بعدها بتاعت حمدي بص حمدي موجود فين كرة دي من محمد هاني على الارض الراجل جات له من ناحية الشمال خدها اتحطت لحمدي حمدي حطها جات في القائم كمل هات الفريم اللي بعده انا اللي يهمني هنا مكان تواجد حمدي فتحي للمرة التانية في نفس الشوت قندوسي بيقطع على القريبة وبيسجلها جون حمدي بيقطع على البعيد او من ناحية اليمين فكان الادوار اللي وغدينها هو ده الراجل كان بيعملها الاول سلاح جديد بيدخل جهوه الثمانتاشر النهاردة بنتكلم على الاتنين لعيبة بتاع مركز ثمانية الاتنين بيخشوا جهوه الثمانتاشر يا كريم وبيخشوا الاتنين في اماكن معينة مفيز زحمة مفيش اوفر لاف في الادوار طبعا مكسب كبير ونموذج على تنفيذ الاربعة تلاتة تلاتة بدابل ايت بوجود القندوسي وحمد الفاتح